بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في برامج إنه الله سبحانه جل في علا اليوم أيها الأحبة سنتكلم عن ثلاثة أسماء كلها متعلقة أيضا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فمن صفات الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أنه يغفر ويتجاوز ويستر ويطلق على الله سبحانه وتعالى ثلاث أسماء مشتقة من صفة المغفرة والتجاوز الغفور والغفار والغافر كلها مشتقة من أن الله ذو مغفرة لعباده سبحانه جل في علا أصل المغفرة أيها الأحبة بمعنى التغطية والستر فإذا غفر الله سبحانه وتعالى لعباده فمعنى ذلك أنه ستر عليهم وتجاوز عن ذنوبهم وغفرها وسترها ولم يظهرها وكأن الله سبحانه وتعالى مسحها ومحاها عن عباده سبحانه جل في علا وهو المؤمن لذلك عز وجل ذكر اسم الغفور في كتاب الله سبحانه وتعالى في واحد وتسعين موضع أيها الأحبة نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وجاء كذلك اسم الغفار في خمسة مواضع في القرآن الكريم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والغافر أيضا عندما أثبت هذا الاسم جاء مرة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير إذن الغفور واحدة تسعين مرة أو موضعا الغفار في خمسة مواضع الغافر في موضع واحد الغفار أبلغ من أو الغفور أبلغ من الغفار فالغفور كثير المغفرة ودائم المغفرة وهو أشد مبالغة من اسم الغفار وكلها أيها الأحبة تدل على معنى الكثرة المغفرة كثرة التجاوز عن ذنوب عباده منه سبحانه جل في علا ولذلك الله سبحانه وتعالى يا أخوني قد وعد بالمغفرة وعد بالمغفرة لعباده كل من تاب إليه واستغفر ورجع إليه وندم له سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما ولذلك أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يحب أن يغفر سمي كريما لأنه يحب أن يعطي وسمي غفورا لأنه يحب أن يغفر ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تخيل واحد مسرف ومع ذلك ماذا يقول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله يغفر الذنوب جميعا لماذا إنه هو الغفور الرحيم فالله سبحانه وتعالى يغفر لا يتعظمه شيء لا يتعظمه ذنب كل من أسرف على نفسه ووقع في معصية أو في ذنب من الكبائر أو من الصغائر أو من الظاهر أو الباطن فرجع إلى ربه وتاب إلى الله عز وجل وأناب إلى الله فإن الله يغفر ويتجاوز يعني أكبر دليل أي والحبة ذاك الذي حدثنا عنه صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل من بني إسرائيل قتل تسعة وتسعين نفسا فأراد أن يتوب فدله على عابد فقال لي توبة قال ما لك توبة تقتل تسعة وتسعين ما لك توبة فأكمل به المئة فأيذن التوبة تحركت في قلبه فدله على عالم دخل علي ماذا فعلت قال قتلت مئة لي توبة قال ما الذي يحول بينك وبينها الله أكبر ما الذي يحول بينك وبين التوبة لذلك أيها الحبة لابد أن نكون مفاتيح للخير مغليق للشر بعض الناس ما يعرف الله حرام ما يجوز كفر يعني صفات صفات كلها منفرة لا يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء وسعت كل شيء ولذلك لا نقنط الناس من ربهم أيها الأحبة بل الله سبحانه وتعالى أعطانا عذرنا مقدما فقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم سمعت يا رعاك الله فاستغفروني أغفر لكم الله الغفور سبحانه الله الغفار سبحانه الله الغافر سبحانه وتعالى حدثنا صلى الله عليه وسلم أن رجل من بني إسرائيل كان له أخ وكان مسرف على نفسه في الذنوب وهو ينصحه كل يوم يا فلان اتق الله يا فلان خاف الله فيقول دعني وربي دعني وشأني دعني وربي يوم الأيام هذا الأخ الصالح ما قال؟ قال والله لا يغفر الله لك فالله عز وجل غار في عليائه من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يمنع رحمتي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك لا إله إلا الله يقول أبو هريرة قال كلمة أحبطت عليه دنياه آخرته يا أخواني الله يغفر ويتجاوز الله يغفر ويتجاوز لكن لماذا نحن نحجم هذا الموضوع ونحجر على رحمة الله وعلى مغفرة الله سبحانه وتعالى لما جاء عمر بن العاص رضي الله عنه أرضاه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمر يده قال ما لك؟ قال اشترط قالت اشترط ماذا؟ قال ان يغفر لي ما سلف قال ما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها الله أكبر إذن أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يغفر ومغفرة الله عز وجل لا يتعاظمها شيء أبدا يقول يا عبادي الذين أسرفوا إسراف لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ولذلك لا يجيني واحد فيحجر هذا الرحمة وإنت ما يغفر الله لك لا 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 يا أخي أهم يقسمون رحمة ربك لا والله فالله سبحانه وتعالى هو الغفور وهو الذي يعطي وهو الذي ينعم يقول الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي سمعت النفس يا عبد الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بقرابها مغفرة لماذا؟ لأنه الغفور سبحانه لأنه الغفار لأنه الغافر سبحانه والحمد لله أن المغفرة والأحبة ليست بيد البشر وإلا ما دخلنا الجنة أحد المغفرة بيد الله سبحانه جل في علا ينشر لعبد يوم القيامة أحبة في الله تسعة وتسعين سجلا السجل مد البصر ذنوب معاصي فيقول الله لعبده أظلمك كتبتي شيء فيقول لا يا رب قال يا رب ما عندي شيء قال لا إن لك عندنا بطاقة فيقول يا رب ما تصرع البطاقة مع تسعة وتسعين سجل السجل مد البصر فيقول اليوم يوم الفصل فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فترجح البطاقة وتطيش السجلات فيفتحها فإذا فيها أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أحبة في الله رحمة الله واسعة عطاء الله واسع مغفرة الله ليس لها حد لكن مع الأسف هناك من يحجر ويمنع رحمة الله ومغفرة الله سبحانه وتعالى ولذلك يا أيها الأحبة الله عز وجل يقول تخطئون بالليل والنهار فالله يا أخواني أعطانا يعيش أعطانا عذرنا مقدما أنت يا ابن آدم ستخطي ستذنب وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب وأن أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أحبة في الله الذي يقرأ السنة والذي يقرأ القرآن يجد فعلا هناك أبواب عظيمة جدا جدا من الأبواب المغفرة أبواب من دخلها فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتجاوز ويعفو ويتكرم ويعطي فالله سبحانه وتعالى العفو أحب إليه من العذاب والمغفرة أحب إليه من الانتقام أو من العذاب أيها الأحبة لأنه رب العالمين سبحانه سبحانه جل في علاه أي حبت في الله قبل أن ندخل في بعض الوسائل التي من خلالها يمكن الإنسان أن ينال مغفرة الله سبحانه وتعالى من فوائد الاستغفار من فوائد الاستغفار أن الإنسان أيها الأحبة إذا استغفر الله غفر الله ذنبه وإذا تاب من هذه الذنوب فإن الله من رحمة الله يعني كما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سمعت يا رعاك الله فالإنسان حينما يستغفر الله فإن الله يغفر له لا ويبدل السيئات حسنات وهذا من فضل الله الكريم سبحانه جل في علا ولذلك أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في الاستغفار طلب المغفرة من الغفار سبحانه إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة ومئة مرة إني لا أستغفر في المجلس الواحد سبعين مرة الصحابة يقولون كنا نعد له في المجلس الواحد سبعين أو مئة مرة أو أكثر وقل ربي اغفر لي وتب عليه إنك أنت الغفور الرحيم يعلمنا كيف نستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يعطي المستغفرين فقلت استغفروا ربكم على الإنسان نوع عليه السلام إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا كل هذه فوائد الاستغفار يزدكم قوة إلى قوتكم قوة في الجسد أيها الأحبة الاستغفار عظيم جدا قال صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف جاء بموبقة قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف إذن طوب لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا إذن حبة في الله الاستغفار هو ندم وهو طلب المغفرة من الغفار سبحانه جل في علا أحبة في الله الغفار سبحانه الغفور سبحانه يتجاوز يرحم يستر عليك يستر عليك سبحانه جل في علا جاء في بعض الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده يوم القيامة فيقول أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا يوم فعلت كذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول ربي ألم تغفر لي قال بلى بمغفرة لك بلغت هذا المكان الله أكبر بمغفرة لك بلغت هذا المكان لذلك أيها الأحبة يعني تكلمنا في لقاء ماضي عن قضية الرحمة وإذن المغفرة يعني لولا رحمة الله بنا ومغفرته لنا والله مهما ما أفعلنا من أفعال أيها الأحبة لا ترق إلى الجنة ولا إلى شيء من الجنة لكن رحمة الله الواسعة ومغفرة الله العظيمة تبلغ بالإنسان الشيء الذي لا يمكن أن يبلغه به عمله أبدا أحبة في الله الاستغفار باب عظيم جدا من الأبواب العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها يعني جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من استغفر للمؤمنين والمؤمنات انظروا يا الحبي إلى فضل الاستغفار أنك تطلب من الغفار سبحانه أن يغفر للمؤمن والمؤمنات لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل في الحديث أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني ذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك فمكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر قال ربي غفر لي فإني قد أذنبت ذنبا فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب آخر فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك ففعل ما شئت قال العلماء مدام أنك تذنب وتستغفر فإن الله يغفر سبحانه جل في علا طيب أيها الأحبة تعالوا بنا نتعرف على عشرة أبواب من أبواب المغفرة عشرة أبواب وننظر هل ضربنا فيها بسهم في كل باب منها ولا لا عد معي يا عبد الله من أول أبواب المغفرة الاستغفار تستغفر الله فيغفر الله لك ذنبك بشروطها وشروط الصدق في الاستغفار الباب الثاني أيها الأحبة التوبة بشروطها تتوب إلى الله فيغفر الله لك ذنبك طيب الباب الثالث الحسنات الماحية بمعنى أن الحسنة بعشر أمثالها فكلما أكثرت من الحسنات فإن الله يضاعف هذه الحسنات فتغفر تلك السيئات ويبقى لك الزائد حسنات الماحية الباب الرابع المصاعب المكفرة الله سبحانه وتعالى كلما نصاب به من مصاعف الدنيا من رحمة الله بنا أنها يجعلها ربنا تكفر سيئاتنا فيغفر الله بها سيئاتنا ويبقى لنا الفائض الباب الخامس أيها الأحبة دعاء المسلمين لبعض من بعض بظاهر الغيب أيضا هذه من الحسنات التي تكفر الذنوب الباب السادس سكرات الموت أيضا مما يكفر الذنوب أيها الأحبة الباب السابع ضمة القبري وعذاب القبري مما يكفر الذنوب والمعاصي الباب الثامن هول المطلع يوم القيامة مما يكفر الذنوب والمعاصي الباب التاسع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وليمن يأذن الله لهم بالشفاعة الباب العاشر أيها الأحبة رحمة أرحم الراحمين شوف يا أحبابي هذه عشرة وسائل من خلالها يغفر الله فيها ذنوبنا أرأيتم إلى عظمة الله سبحانه وتعالى الغفور الغفار الغاثر سبحانه جل في علاه مهما قلت أيها الأحبة فيظل اللسان قاصر ولذلك أيها الأحبة كما نحن نسأل الله أن يغفر لنا ينبغي علينا أن نغفر نحن لغيرنا إذا قصروا في حقنا لا يمكن أيها الأحبة أن نسلم من أذى الناس أو من تقصير الناس ولذلك أيها الأحبة كما تدين تدان إذا أردت أن يغفر الله لك فاغفر أنت للآخرين وتجاوز عنهم وتسامح معهم واعفو عنهم كما تدين تدان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا أجمعين وأن يحشرنا في زمرة الصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا برحمتك وفضلك يا غفور يا غفار يا غافر وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم على المشاهدة اشتركوا في القناة